جميل معوض مسألة الناس حين شفنا الفورة يعني بعيدا عن اللط والعجن إذا بدك بهيدا الموضوع هل في سياسة يعني أو إمكانية إيجاد سياسة اليوم بكل هذا الواقع لأعالة النازحين السوريين؟ لا ما في سياسة حلا في الشي هني بيسموه ملف بس عمليا إذا الملف ما فيه أرقام ما فيه أرارات ما فيه خطة ما فيه استراتيجية كل اللي فيه بهيدا اللي بيسموه ملف تنمير عبعضهم إنه لا أنا أول واحد حكيت باللاجئين ولأ نحنا كنا بالحكومة بس حكينا من خلال عمليا سياسة المواقف لا يبرروا كمان لا يبرروا موقفهم لا يبايدوا صورتهم من المكزك الكبير اللي هني وقعوا فيه واللي كلنا وقعين فيه واللي اللاجئين السوريين كمان وقعين فيه ما حدا قاعدر اليوم يعتيك رقم مظبوط عن كم فيه لاجئ أو نازح سوري بلبنان وهيدا الشي بيعتيك واحد بيقلك مليونان واحد مليون ونص واحد ثلاث ملاوين واحد فيه خمسمائة ألف بيروحوا بيجوك اليوم حكي 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 لو فيه عن جد ملف بالحياة الحلوة كتير بنعمل مسح لكل القاطنين على هيدا الأرض اللبناني وبنعرف مين منه النازح ومين اللبنانيين ومين اللبنانيين بس المؤسف إنه فيه استغلال كتير باللعبة السياسية الضيئة والطافة لهيدا الملف ملف اللاجئين ممنوع بقى يتقارب إما من ناحية وجهة نظر كتير عنصرية ورجعوا كلكن على البلد أو من ناحية وجهة نظر كتير حقوقية يعني إنه لأ ملاح نضق فيهن لأنه لازم يصير فيه خطوات كتير جدية بما يتعلق بملف اللاجئين أحصاؤن تشكيل اللجنة للعودة من الطرفين قدوم مجتمع دولي دولي يعني نشوف اقتصاديا نحن بحاجة لمن ينضلهم يعني بس هنا نحن كتير بعيد عنه والتالي بعدنا هلأ بملف اللاجئين كل فترة بيرجع بيطلع وصل بالخطاب وفدرالة هذا حكينا عن الفدرالية فدرالة هذا الحل يعني عم نشوف بلديات بل أنا محبب أحكي بها اللغة بس أنه بلديات مثلا مسيحية عم بتقولوا إن إحنا ممنح مول وعم بيكم تمترد يعني أو إزالة اليوم بخيام الناس حين من هذه المناطق وقد في المشكلة إلى أماكن أخرى هي مناطق لبنانية أخرى يعني فدرالة هذا الحل برأيك لشو بتشير يعني بتشير لأنه أول شيء لفشل كل هذه البلديات بمعالجة الملف بـ 11 سنة ولا عم بيتعطوا معه بشكل رفضي إنه يلا هيدا مشكلة كبينها برأتش بتشير بهيدا البساطة يعني ما بدي أبعثها أعتيها بعض طائف ولا بدي أبعثها بعض مناطق إلى حد كتير كبير هيدا البلديات كمان ببلديات كتير أول النزوح كان هدف رئيس البلدية أنه نشوف أي جمعية جاي وبدأ توزع مصاري ونعمل دراسة معكم وكيف منوزع هون يعني بلديات مطوطة كتير كمان كان فيه تهافت على مسألة استقبال النزحين طبعا بهذه المساعدة مش مان كتير نلومون بس إنه ما كان فيه يعني خطط من أكان على سعيد بلديه وحده مع أنه كان فيه إمكانيات بمحل معين أقله مثلا مسح مسؤولية بلديات أو مسؤولية مين بيرسم السياسة العامة بالبلد يعني طبعا طبعا فيه تخلي كتير كبير من الدولة الابنانية سلموا هيدا الملف لا مفوضية الأمم المتحدة يعني والفوضى دبيت وكارسي هيدا الملف يعني طبعا كمان فيه مقاربة لموضوع النزحين من زاوية إنه اليوم هالتغير الديمغرافي بالمجتمع وربطه بمسألة الهجرة اليوم هجرة اللبنانيين واستبدالهم اليوم بنزحين السوريين هل هيدا الموضوع رح يكمان يأثر ديمغرافيا على البلد؟ لك أنا ما بحب كتير يعني كل شي هيك وجودة وسودوة وبطل الحب بس واقع البلد تغير في ثلاثة أربع نقاط أساسيين مش هيك قلتلك لغة قديمة لواقع جديد ما بتزبط في ثلاثة أربع ملفات أساسيين يوم بالبلد عم بيغيروا شي اسمه مش لبنان سي لبنان الأخضر وهيك هيدا شعر عم بيغيروا شي اسمه مجتمع عم نعرفه نحنا عايشين فيه في ملف الفقر من يومين بيطلع دراسة عن البنك الدولي بيقول ماذا تأكل الأسر اللبنانية؟ صحيح إنه فيه أربعين بالمئة من اللبنانيين تحت خط الفكر المتقع شو يعني فكر متقع؟ يعني فسارة كتير منيحة الاقتصادي كمال حمدان بيقول إنه يعني الفرد ما عم بيدخل باليوم عجيبته أكتر من دولار ونص بين دولار وستة لتنين دولار إذا بتحسب الأسرة اللي هي متكونة من خمس أفراد فيه أسر أربعين بالمئة من الأسر اللبنانية الدخل طبعهم ما بيطلع فوق الميتان وخمسين ميتان وستين دولار يعني هل قط فيه فقر هيدا الفقر بالسر ناس بتفقر وبتتستر على حالة بالسر بس بتروح وبتصرف وبترقص بالعلن إذا ما شفنا هيدا موضوع الفقر إنه فيه أسر موضوع اللاجئين طبعا فيه تحول ديموغرافي كتير كبير ونعمل دراسات أنت عندك لاجئين لحيكون مجتمع فتي جدا بلبنان مع ثقافة ريفية عكس مجتمع لبناني لحيصير هرم لأنه الشباب كله نفلوا وهيدا منه عواطف ما عم نحكي عواطف سأل حالك كم حدا من أصحابك فل أنا كل أصحاب يفلوا هيدا بيسبب قلق مخيف يعني فيه شباب فلت هيدا الجيل يمكن بعد عشر سنة ما هيدا يسأل على اللبنان مش مزح فيه النقطة الرابق الثالثة اللي هي أساسية جدا بتفكيك هيدا المجتمع حكينا فيه بتحبونا وما منحبونا وأنت عميل وإحنا منعرف نعيش أكتر من ما أنت وأنا بدي أنزل على الميو وعلى البحر وأنت شيء صقافي خطر توجه كتير خطر لفكك البلد هيدا تنوع صقافي بس فيه غياب ثقة لجيل كامل بأنه معقول ينعمل شيء فيه إحباطات متراكمة من السلطة ومن التغيير ومن كل البناء بهيدا المجتمع